متابعين الكرام دعوني أذهب مع حضرتكم الآن لصورة رائعة انتشرت على السوشيال ميديا لمدرب نادي الفيصالي الأردني بلا شك هذا النادي عريق للغاية المدرب الأجنبي يؤدي الصلاة مع رئيس النادي بعد أن أعلن عن دخوله في الإسلام دعونا نشاهد الصورة الأولى التي لدينا والتي تشير إلى هذا الأمر للمدير الفني لنادي الفيصالي وهو يؤدي الصلاة بجانب رئيس النادي المدرب هو البرازيلي بريكلس تشاموسكا وهو المدير الفني لنادي الفيصالي ويبدأ الآن في تعلم الإسلام ويصلي الآن بجانب رئيس النادي هذه الوقاعة لم تكن هالأولى شاهدنا أيضا عدد من الأندية السعودية مدربيها يدخلون في الإسلام بعد أن رأوا المعاملة الحسنة وتعرفوا على حقيقة الإسلام في الدول العربية سواء في السعودية في الكويت في البحرين في أومان في شتى أقطار العالم العربي والإسلامي تتذكروا حضراتكم عبد الكريم ميتسو أو برونو ميتسو المدير الفني الشهير الفرنسي والذي كان يدرب السنغال في كأس العالم ووصل معها إلى دور السمانية وكان مستوى للمنتقب السنغالي أكثر من رائع هذا المدير الفني الشهير للغاية أعلن عن إسلامه بعد أن قام بتدريب نادي العين الإماراتي وتوفاه الله وهو مسلما وقام بتغيير اسمه من برونو ميتسو إلى عبد الكريم ميتسو أيضا لو حضراتكم تتذكروا المدير الفني البرازيلي ذييرا الذي كان يدرب المنتخب العراقي والذي حازع على كأس الأمم الأسيوية جيل يونس محمود ونشأة أكرم والعديد من اللاعبين الموهوبين للعراق وأتمكات المباراة الهائية ما بين المنتخب العراقي والمنتخب السعودي وتغلب حنها المنتخب العراقي على شقيقه السعودي بهدف وحيد لكن في النهاية هذا المدير الفني البرازيلي بعد أن قام أيضا بتدريب العراق أعلن عن إسلامه وبالمناسبة هو أيضا درب نادي الزمالك المصري وكان مدرب أكثر من رائع وكان بيحمل أخلاق عالية ورفيع الغاية وكثير جدا من اللاعبين كانوا يحبونه فبلا شك هذه الوقاعة رائعة ولم تكن هي الأولى وكل تحية لأهل الأمة الإسلامية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر